موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسلم بكم متابعي قناة SBC هذا استوديو SBC وهذا وقتكم جيناكم على الوعد ونقول لكم حيها العين وبرضو أقول حيها العين يا ريم الله يحييك نادر ويهلا وسهلا فيكم مشاهدي استوديو SBC في كل مكان أكيد جيناكم بحلقة جديدة والكثير من المواضيع المتنوعة اللي رح نبدأها اليوم بصراعات النوم والأشخاص اللي بيكون عندهم إرهاق وتعب وبيقضوا يومهم كله على السرة فحنتكلم عن هذا الموضوع إيش ممكن تكون أسبابه نادر يعني هل عندك مشاكل مع النوم كم ساعة بتنام في اليوم والله نوع لكي في ريم أنام طول الوقت وأنا معكم الآن نايم يعني نوع لكي في يعني أنت من الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم الكلينامينيا اللي بنتحدث عنها اليوم أنا ما أعرفها صراحة مثلا وما شفتها ممكنني قلت اسم وصفة شي معين لكن اليوم أكيد نتعرف عليها بشكل أوسع مع متابعين لكن أنا حاس فيه وليشعر فيه أن أنا إنسان طبيعي نومي طبيعي والله الحمد لكن الله يعين اللي يتصارع مع النوم ما يرتاح أكيد ريم رح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أوسع صراعات النوم والناس اللي قعدون على سرتهم بشكل أوسع ورح نتكلم عن شهادة البي ام بي والخدمات الحكومية هذه الشهادة اللي يحتاجها كل الناس اللي بتشتغل في الجوانب الإدارية بالفعل نادر هذا البرنامج أو هذه الشهادة تحديدا أكيد أنها بتقوي الشخص في الجانب الإداري سواء كان من ناحية إدراسة المشاريع وتنفيذها بالطريقة الصحيحة وطريقة احترافية يعني إذا شفنا شخص بيكون عنده هذه الشهادات أكيد أننا رح نوثق فيه أكثر أنه نسلم مشروع ويمكن كمان جالسين نتناقش في هذا الموضوع اليوم لأنه مثل ما نعرف أنه أمس كان اليوم العالمي لإدارة المشاريع كمان اليوم بما أنه اليوم أحد أكيد حابين نبدأ الأسبوع كذا بطاقة حلوة طاقة إيجابية شوية موسيقى اليوم رح نستمتع مع بعض بعرض فني استثنائي مع أنغام العود الرائعة اللي أكيد رح يتم عسفها في برنامجنا فأستعدوا كذا لبعض الأنغام واللحن والإبداع في حلقة اليوم والله يريم شوقتيني أنه اليوم نسمع بما أنه أحد ونعرفين أنه الأحد يعني يكون موده مود دوامي شوية لكن أكيد أنه رح نتعرف بشكل أوسع مع جمهورنا إن شاء الله في فقرات برنامجنا وأيضا يا ريم رح نناقش التحديات اللي يواجهها الطلبة والطالبات في قاعة الاختبارات وكيف جالسة تكون أحداث يومهم خصوصا بين الطلاب والمراقبين فأكيد ريم أنت أيام الاختبارات يعني إيش أكثر شيء كان يواجهك من صعوبة رجعتني نادر لأيام التوتر والإرهاق صراحة يعني أكيد بالتوفيق لكل الطالبات والطلاب لكن هذا الموضوع تحديدا أتوقع فعلا لكثير من الطلاب كانوا يعني طبيعي أيام الاختبارات وأثناء فترة الاختبار الواحد يعاني من توتر فأكيد سنتناقش في هذا الموضوع وبالتوفيق لكل الطلاب والطالبات والله يعين الأباء والأمهات نادر أكيد أنه دورهم جدا كبير أكيد ريم أكيد عموم المشاهدين هذه كلها مواضيع حلقتنا لليوم ولسه فيه أكثر أكيد خليكم قريبين حيها العين مشاهدين مرة ثانية خلينا اليوم نبدأ معكم حلقتنا بسؤال الحلقة التفاعل على حسابنا في منصة X كالعادة واللي أكيد أننا ننتظر مشاركتكم فيه وسؤال الحلقة هل يحق للمراقب سحب ورقة الإجابة بمجرد الالتفات من الطلاب أكيد لا تنسوا تتابعونا وتشاركونا من خلال منصة X وهاشتاغ ستوديو SBC صراحة نادر الموضوع هذا يمكن حساس كذا لبعض الطالبة أنا من الأشخاص اللي كنت جدا أتوتر وطبيعي أن الطالب أو الطالبة لما بيتوتروا في الاختبار يعني لا شعورين بيبدأوا يتلفتوا حولينهم أحيانا ممكن المراقب بيفكر أنه هذا الطالب أو هذه الطالبة قاعدين بيغشوا في بيسحبوا ورقة الإختبار ما عرف قد صار لك موقف زي كذا صارت لي مواقف يا ريم السالفة ليس بسحبة ورقة يعني يرحم أيام الزمان لما كنا نختبر أنت بس لو ترمش لو ترمش خلاص كذا تهمة الواحد بيشك في نفسه أصلا بالضبط أربعة خمسة من المراقبين فوق رأسك واحتمال إذا غشيت يسحبون ورقتك وكل المدرسة تعرف أنك غشيت وضعوا عند اسمك صفر خلاص يعني ما في نقاش فأكيد الموضوع اليوم رح الناقشة أكيد مع أحد التربويين اللي بيكون معنا إن شاء الله اليوم والناقشة من ناحية التربوي لكن ريم برضو عندنا الآن بما نعيش الآن حزمة من المشاريع الكبيرة أو حتى المشاريع الناشية ونحن عارفين أنه الآن رؤية عشرين ثلاثين تستهدف المشاريع خصوصا الشباب والبنات اللي أقدموا في دراسة المشاريع وخصوصا شهادة البي ام بي اللي راح تكون بما أننا اليوم نتكلم أيضا عن اليوم العالمي لإدارة المشاريع ورح نفصل فيها بشكل أوسع خصوصا الآن يعني نتكلم عن إدارة المشاريع في المملكة مقبلة على موجة اقتصادية خي نقول كبيرة في بناء المشاريع صحيح ومشاء الله نادر يعني بنشوف الكثير من الشباب اللي بيمسكوا الكثير من المشاريع الكبيرة أكيد أن مثل هذه الشهادات جدا مهمة لكن اليوم حابين نتعرف كيف ممكن نحصل على هذه الشهادات وإيش فايدتها يعني طبيعي زي ما قد بقول في البداية أنه لما بنشوف شخص يعني عنده خبرة واسعة عنده شهادات في إدارة المشاريع أكيد أنه رح نوثق فيه أكثر أن نسلمه مشروع يعتبر يعني مشروع كبير بالضبط نعرف أنه الآن سوق العمل السعودي أصبح يتطلب مثل هذه الأشياء ومثل هذه المهارات اللي هي أساسا موجودة يعني اليوم رح نتكلم بشكل أوسع فيها ريم فأعتقد أنه الآن أو اليوم المشاهد الكريم رح يلقى وجبة دسمة خصوصا في المواضيع صحيح وأيضا من مواضيعنا اليوم رح نتحدث عن الكلينومينيا مثل ما ذكرنا اسمها شوية صعب نادر مثل ما ذكرنا الكلينومينيا اللي يمكن الكثير من الأشخاص وتحديدا كمان المراهقين بيعانوا منها لكن إيش تتوقع السبب نادر؟ والله شوفي أول شيء اسمها صعب هذا لازم تكرر عشر مرات مسابقة كلينومينيا كيلومينيا لا وفي رواية يقول لك الآن أنا قاعدين يغششون يقولون كيلومينيا فأعتقد أنه لازم نسوي مسابقة اللي يقولها صح خلاص نفهمها بعدين بس ريمة اللي نعرفين أنه يقول لك أغلب الناس اللي يلجأون الوقت كبير وميقعدون في الفراش هذول يعانون منها وفي ناس يقول لك لا أنا صراحة أحب فراشي أعشق فراشي أنا ما تنطبق علي للسفاة يعني أتوقع يمكن كمان اليوم مع التكنولوجيا مع الجوالات مع السوشال ميديا الواحد صار بيصحى من النوم كم دقيقة بتقعد نادر قبل ما تقوم من الفراش ساعة؟ الله يعني أنا نف ساعة؟ جزء من الثاني من يرننا منبقهم لا حلو ما شاء الله لأن ما فيه بس عمي وقت يعني ما بتعالي منها أنا اليوم باكتشف بأنه اليوم راح تكون معنا طبيبة في هالموضوع راح أكتشف هل أنا من هالناس ومن هالفصيلة ولو كنت برضو تنطبق علي أشياء كيف تتعالج منها وإشياء أنواعها لكن نعتقد إن شاء الله لي منهم كثير من الأشخاص بيعانوا إنها وممكن ما يكونوا عارفين يعني خلاص الحياة كلها صارت غير طبعا الإرهاق والتعب والشخص اللي يحس نفسه إنه هو مقادر يقوم من النوم أو مقادر يقوم من السرير طيب أبعترف في اعتراف أنا الآن جاني التصحيح إنه هي فعلا مثل ما قلت يا ريم تلينومانيا يعني لي غششني يا جماعة غير غششني صح فأنا أتوقع أنه كنا في الاختبارات وغشينا فالوضع بيكون مأساوي يعني تغش وغلط النتيجة زيرو لا هذه مشكلة عادة اللي يغش غلط يعني عشكي دائما نقول الأفضل مو الأفضل أكيد أننا ما نبغى نغش لكن كمان يرد المراقبين ما يسببوا توتر كذا وربكة للطلاب والطالبات في قاعة الاختبار ولا صحيح طيب نتكلم بالموضوع أكبر ريم لكن من نتكلم عن الكلينومينيا ظهرت في الأول الأخيرة معاناة البعض من الرغبة في النوم أو البقاء في السرير لفترة تصل إلى 14 ساعة في اليوم أي نعم 14 ساعة في اليوم هناك الكثير من التساؤلات لماذا يصاب الشخص بهذه الرغبة وما أسبابها المزيد من خلال هذا التقليل نتابع عندما يشعر الشخص برغبة شديدة في البقاء في السرير وعدم مغادرته والنوم لساعات طويلة بغض النظر عن طبيعة مسؤولياته في العالم الخارجي تعتبر هذه حالة مرضية شائعة جدا تتسبب في عدم قدرة الأشخاص على الاستيقاظ والتعلق بالسرير ويطلق على هذه الحالة متلازمة السرير كلينومينيا وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى مشاكل في الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية تم اكتشاف كلينومينيا لأول مرة في القرن التاسع عشر وقد تم وصفها في البداية بأنها اضطراب نفسي يتميز برغبة شديدة إلى البقاء في السرير ومنذ ذلك الحين تم إجراء المزيد من الدراسات حول كلينومينيا وقد أظهرت هذه الدراسات أن كلينومينيا يمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة من العوامل المترابطة فهي خليط من العوامل النفسية والجسدية والبيئية أكيد عشان نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوسع يسرنا أن تنضمنا معنا في الأستوديو الخصائية النفسية ندا العيسى معالجة نفسية ورئيسة وحدة العلاج النفسي في البداية أهلا وسهلا فيك يا دكتور ندا وأكيد حابين نتكلم عن مصطلح الكلينومينيا بشكل أوسع وكيف نقدر نعرفه يا أهلا بكم الله يحييكم الكليون مينيا ولكليون مينيا طبعا كلينو مذكورة أنه هذا اسم أصلا يوناني مشتق من جزئين مينيا لأي شيء أي مصطلح فيه هوس هوس فراش أو أي هوس يعني يكون بعد كده مكتوب مينيا فهو مرتبط بالفراش يعني هذا الهوس هوس فراش هي بمعنى أنه التعلق بالمكان أنه يكره أنه هو يبعد عن هذا المكان أو يقوم أو يسوي أي نشاط فيه أشياء كثيرة تسببها فيه أشياء كثيرة تعمل عليها مثلا الآن الجوالات التصفح طبعا أكيد أن الواحد يشعر بمتعة ويصرق الوقت صحيح لكن لو استمر على الطريقة هذه ممكن أنه هو يصاب بهذا المراض شوي شوي يصير هو يرفض أنه يطلع للناس ويتعلق بالأشياء أو العالم الإلكتروني الآخر بدل ما يتعامل مع الأشخاص بصفة مباشرة يعني طيب أكتور نحن نريد أن ندخل في موضوع الأعراض بشكل أوسع على أساس أنه فيه ناس كثيرة نعرفهم بحياتي يجلسون بالفراش وقت طويل والبعض لا يقوم من فراشه كيف أنا أقول أنت فعلا شرق بينهم يعني مثلا أنا أنا في الويك اند مثلا أنا تعبانة طول الأسبوع في الويك اند أحاول أرتاح هذا مو معناته أنه عندي تعلق بالفراش أو الكيلومينيا أنا أخذت يومين بريك وتعبانة هذا ما هو اسمه أنه عندي هوا سفراش مثلا بعد مشقة بعد عملية بعد تعب بعد مجهود إلى آخره ما يكون لأسباب يعني منطقية يعني أن يكون أنا عندي مشاكل أو شيء وبعدها حاب أرتاح أو حاب أني أنا أفصل أو أغير عن الإرهاق اللي عشت فيه فبكافئ نفسي نباطي يوم يومين راحة لا لما الإنسان هذا يقول له فترة طويلة ينام ما لا يقل عن 14 ساعة ولو ما أحد قومه ممكن ما يقوم وما يقوم من الفراش حتى لو ما كان نايم نوم عميق لا هو ما يحب أنه هو يبعد عن الفراش هذه الحالة لها أسباب كثير هي عرض أحيانا هي أن تكون عرض لمرض وحيان تكون هي المرض نفس يعني هل ممكن تكون مثلا عرض لاكتئاب لأي أحيانا أقول مرض نفسي آخر أمراض كثيرة تجعل الشخص ما يحاول يبعد عن الفراش إحساسه بالإحساس بالإكتئاب مثلا الفوبيا اللي هو الخوف سواء من المجتمع أو من الأشخاص يخلي يلتزم الفراش حتى لا يشوف الناس الخجل الشديد يخليه ما يواجه الآخرين الوسواس لأنه عنده نظافة زايدة أو أفكار أو نظافة أو غسيل أو أو فما يحاول يختلط علشان ما يتعب في الغسيل أو في الأفكار أو في التعب فيلجأ أنه أنه ما يحاول يسوي أي شيء فينام يقدع الفراش فيه أسباب وفيه أسباب صحية فقر دم مشاكل قصور في أي شيء أعضاء الجسم السكري كذا كذا إلى آخر يعني إذا إحنا نريد أن نعرف أنه إيش المشكلة لازم يعمل فقوصات صحية أو نفس وبعدين نلجأ للشغلة النفسية يعني نعرف هو إيش سبب ممكن يكون هو عرض عرض الأمراض بس هو مش المرض يمكن فيه عشرين شخص نفس الشيء ما هم مرتبطين بفراشهم لكن كل واحد يمليه سبب سبب أحيانا صدمة عصبية فيكره أنه يقابل الآخرين وأحيانا إنسان كسول جدا بطبيعته متعود مدلل جدا متعود على أنه تعود على النور ما يسوي شيء وما عنده مشكلة يعني ما في أي مشاكل تصير في حالة أنه ارتبط بالفراش أو ما قام يوم يومين أو ما تحرك ما في شيء ورا يعني بالعربة يعني ما في شيء ورا ما في شيء فيرتبط بعد فترة يتعود يتعود يعني هذا تعود جميل سلوك دكتورة هذا الشيء خلينا أسأل الآن هل المرض يعتبر مثلا مزمن أو أنه فترات مثل الآن وقت الشتاء أنا صراحة أحب أجس بفراش كثير كل الناس هذا شيء طبيعي هل هو فعلا تجي الشخص مثلا فترة معينة وتختفي أو تستمر معه على طول طول العمى أنه إحنا كلنا بداية الشتاء يجينا نوع من الاكتئاب البسيط هل الناس السليمين طبيعي كلنا نمر فيها لكن هل أنت على طول طول السنة هل إصاباتها مستمرة لما أي شيء ما يكون له فترة طويلة ومزمن ما يعتبر ملاض نفسي أو اضطراب نفسي أي شيء يكون فتري مثل الاكتئاب الموسمي على سبيل المساعد هذا اضطراب هذا اضطراب محددات و اضطراب شتاء هذا اضطراب لأنه الشمس خف لأنه الإنسان يصير يعني تتغير الساعة البيولوجية في جسمه لأنه إفراز الميراتونين يفرز فيخلي كأنه وقت النوم في لخبة تصير في مرمجة المخ هذا عادي هذا شيء ثاني هذا اضطراب اضطراب اكتئاب شتاء يعني معين لكن الكرينومينيا ولا الكليوفينيا ولا ديسينيا يعني هما نفس الآيلة هما كلهم اللي تعلق انه انه تعلق بفراشه انه ما عنده رغبة بانه يقوم اصلا اكثرها اكتئاب يعني نقدر نقول انها هي مصاحبة للاكتئاب ممكن ما هي اضطراب نفسي بحد ذاتها ممكن يكون اكتئاب لأنه اكثر اللي عندهم اكتئاب ما يحاولوا يطلعوا وما يحاولوا يتحركوا لكن ممكن يكون عنده اشياء ثاني زي اللي قبل شوية حكيتها يعني اطرابات كثيرة يعني فاحنا لازم نشوف الاشياء الصحية سواء مستودة سواء ان الغدة اللي تسبب اكتئاب الغدة الدرقية قصورة يسبب اكتئاب بعدما يعبد فعوصات يعني جسدية ولا صحية نلجأ للأعراض النفسية كم بند يتوافق مع الاكتئاب او مع الوسواس او مع الفوبيا او مع الخجل او الى آخري لما نشوف انه لا والله كمان انه مثلا اكتئاب اكثر شي نحاول نحن نعالج الاكتئاب نفسه لكن اذا كان الشخص متعود ومدلل وانسان يحب المكان هذا وانسان يحس يمكن هو يشعر انه لا لوجود في الدنيا انه ما هو مهم نتيجة عن امور سلبية نتيجة تربية اهمال يحس انه الفراش هو الامان هو الاحتواء ما يشعر انه هذا هو الامان بالنسبة له في المشكلة في الامور النفسية انه ما في واحد زي الواحد سوى اثنين الاشياء النفسية يعني الانسان كائن معقد جدا ما تقدر تعرف هو ايش فيه بالضبط ممكن يكون احنا كلنا نفس الاعراب لكن كل واحد فينا يعني لأسباب مختلفة وطريقة مختلفة لكن هذه المشكلة انا مرة مبسطة انكم انتم القيت الضوء عليها جدا لانها قليلة جدا حتى دراسات والابحاث فيها قليلة كثير حتى اسمها لو اقول الاحض يقول اسم اكل او اش دليل انه ما سيتكلم فيها اكثر لكن دكتورة اذا فيها هي قليلة وانتشارها قليل وجديد انه الان في الفترة بدأوا الناس يركزوا لماذا اولادنا لا يقوموا من الفراش التعلق بالجوالات التعلق بالتليوزيون دائما يكون سبب الجوال المسكين هو اللي براسف لانه الجوال هو معبر عن جواله هو حياة كاملة عالم صدقي الجوال شيء جميل جدا هو حياة كاملة اذا اذا انت تتصفحي اذا انت تقرأ اذا انت مثقفة اذا انت هذا الانسان تافذ هذا الانسان يعني ما كان الانسان يجد ضالته في هذا الجهاز اللي هو ممكن هات يكمل اعماله يكلموه يكلموا بعض فاقل شيء انه يكلم الناس ممكن كلها اشغال ممكن يعمل شغل عليه فشوي شوي يحس انه الوقت راح لانه شيق طيب دكتورة بس لن نبعد عن بعض الجزئيات التي نتكلم سابقا قبل ما كان فيه جوال كيف كانوا يصنفون حياتنا اصلا كلهم يعزون هذا لسبب الجوال او اللابتوب او الايباد او 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 كان يطلق عليهم ايش يصنفون المرض طبعا ما كان يطلق لانه المسمى جديد كلماني ايو جديد هو يصيب خمسة تقريبا من من سكان العالم حتى هو اصلا نادر يعني مش كثير فحلو ان احنا نحكي عنه شيء جديد او ناس ما يعرف ابدا انا كلما احكي احد بما نعرف زمان يشوف دائما متعلق بالفراش انه هذا كسول انه هذا عنده مثلا مشكلة انه هذا كذا انه منبوذ انه انه عنده مشاكل نفسية او عقلية او احنا ما علينا من خلاص انهم موجود او ايش الاراض لازم انه يرجع في اسليب علاجية كثيرة ايوه في مثلا من الاسليب الهاجي مثلا اللي هو السليب هياجيني اللي هو مثلا كيف ان احنا نعدل نعمل برنامج يغير اسلوب حياته يعني هو احيانا احيانا يكون ما عنده هذا السلوك ولا هذا الاضطراب لكن مع الوحدة مع الفراغ مع الاعتمادية والكسل يجيه هذا الاضطراب هل ممكن نقول مثلا للاشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب ومثلا ما ذكرتي بيبدأ عندهم انهم ما عندهم شي يعملوا هل نقدر نقول ان مثلا الرياضة الاكل الصحي يعني حاول الواحد قد ما يقدر ان يزوي نشاطات في حياته تكون علاج كيف نعيد اسلوب علاجه مثلا يمكن عنده اضطرابات نوم يعني طبعا هو بالشرط يكون من 14 ساعة وفوق مو تقولولي واحد ينام ست ساعة سب ساعة من عنده طبيعي نبدأ الآن نوسوس أو فلان فلان لا لازم يكون من 14 ساعة وفوق في محكات انه ما يقوم نهاي انه ما في اي شي شيق برا انه ما يشعر بالشغف انه متعلق حتى اذا طلع يحاول يرجع كثير نوم 14 ساعة 15 ساعة نفس تفشى المرض هذا عندنا ممكن بس ما يكونوا عارفين هو انه هذا اضطراب في مشاكل كثيرة ما يعرف اضطراب مرت عليك قصص بهذا الموضوع بما انه جانب طبي ونفسي احكي انا اللي مر علي انه نفس الحالة هذه لكن كان مصاب بالاكتئاب الحاد فكان رافض الدنيا مر علي واحدة عندها وسواس قهري فكانت يعني تقلع الفراش تخاف انها تتوسخ وما تصلي وقت الصلاة يعني تتوسخ انه لمس او كذا فكانت تجلس فترات كلها على الفراش لانه ارتبطت بالفراش اكثر لانه لو قامت ومسكت الباب او مشيت او قادت على اي كرسي بتجيها مثلا المكروب فكانت مرتبطة بالفراش يعني انه الواحد وبدون اي مشاكل او كذا يرتبط لكنه بسيط جدا وانا متأكدة انه حتى يكون من اسباب التعود الاتكالية عشان كذا احنا لازم نرجع مثلا يعني كيف العلاج لازم نسوي تنشيط تنشيط سلوكي كيف تنشيط سلوكي يعني انت يا فلان انت مصاب بهذه المشكلة لازم نجلس معاه اول مرة ونشوف ايش اسباب المشكلة وبعد كذا تقوم من النوم الساعة السبعة مثلا تفطر بعدين تقعد بعد فترة بعدين تسوي رياضة بعدين مثلا غدا بعدين تنزل تحت وما تدخل في غرفة النوم نهائي الا وقت النوم وترتب طريقة النوم السليمة او المناسبة لك يعني النوعية هذه عشان نرجع لنشطهم لازم نرجحهم الى خطة علاجية عشان يبتعدوا او ينفصلوا عن هوسهم او تعلقهم او ادمانهم على المكان بالنسبة للاشخاص اللي يعني ما يكون عندهم الكلينومينيا بسبب خلينا نقول مثل ما ذكرتي ممكن يكون وسواس ممكن يكون اكتئاب لا الاشخاص اللي عندهم هذا الاطراب الكلينومينيا الوحد الكلينومينيا الاطفال قليلة قليلة ما في يعني الاطفال احنا ما شفنا حالات المراهقين شفنا حالات المراهقين لانه عنده اعترارات اكثر الاشياء او هروب او ما لقى نفسه بالدنيا او ما حدد اهدافه تعرف فترة المراهقة يصير فيه خلل هرموني وخلل نفسي عند الشخص فيصير فيه لخبطة فدائما المراهقين او الكبار السن كثير يخلي الكل يجيب بالغرفة ويعكل بالغرفة ويجد بالغرفة فيتعود على السرير دكتورة طيب الكلومينيا هل لها أبحاث على مستوى العالم وإذا فيها أبحاث هل فيه نسب نستند عليها او لا هم هي آخر الأبحاث تقريبا 5% من سكان العالم هذه آخر الأبحاث والأبحاث قليلة فيها جدا ودراسات قليلة طيب يعتبر 5% ولا شيء منقارنة بأن العالم يستخدم الجوالات والملهيات لكنهم لا أدمنوا هذه آخر دراسة من سنتين تقريبا لكنهم لا نستخدم ونجلس لكن لا نجلس الفترة طويلة صحيح لا تكون مثلا يناموا يناموا 11 ساعة يمكن يكون عنده طراب نوم يفحص يفحص يمكن يكون عنده مشاكل في النوم يمكن يكون عنده أشياء في المخ أو كذا لازم هو لازم يكون فيه تشخيص طبي بالبداية علشان تعرفي أن الأعراض هذه ما هي لأسباب الضراب نوم أو أمراض ثانية جميل بالنسبة للمراهقين طبعا ذكرنا أنه ممكن يكونوا أيضا المراهقين يعانوا من الكلينامينيا كيف يتم التعامل معهم خصوصا من قبل الأهالي أكيد لهم دور جدا كبير في البيت إذا شافوا أن المراهقين يعني يقعدوا طول اليوم فوق السرير ما يبغي يطلعوا من البيت ما يبغي يطلعوا من غرفة النوم كيف يمكن يتعاملوا معهم عشان المراهق عنيد يرتبط العناد بفترة المراهق فإذا جنا بالأسليب الأبوية الحاد اللي فيها أمر ونهي راح تزيد الحالة لأنه ممكن يكون عنده مشكلة كمان لازم نحن نجيب شيء تشويقي وما نحسس أن هذه مرض أو هذه مشكلة نحكي معها عادي ملا أنت لازم تقوم أنت عندك مشكلة أنا راح وديك للطبيب وإلى آخر ما يكون الأسلوب تخويفي أو هجومي يكون الأسلوب أنه أنت صاير تنام كثير إيش المشكلة عندك فإنت تعبان تحب تروح تفحص هل كذا كذا بحكي بسيط يستسيغ المراهق ونحفز بعدين إيش رايك نحن نسوي جدول معين أنت شكلك أنا ما عندك شغل أو ما قبلت الجامعة أو ما عندك وظيفة فحسيت أنه أنت وضعك أو وقتك جدا تافه وما عندك شيء فليش ما أنام فقدان الشغف بشكل عام دكتور خلص يعني بيرد لك أنا ما عندي شيء أنا أنا وشك دكتورة أنا ممكن يكون عندي شوية عتب عليكم أنتم أنه ما تنبهونا ما تعلمونا عن مثل الأمراض هذه حتى أنت تقولين أنه قليلا ستتكلم مثل هذه دورنا مثلا في وزارة الصحة وحتى في المستشفيات الأهلية بشكل عام وإنتم الصحيين لماذا ما تنبهونا عن مثل الأشياء لماذا ما تعلمونا عن مثل هذه والله نحن يمكن أنه يوجد إغفال من الجانب هذا هو لأنه جديد ولأنه لا يوجد كثير النسبة لكن هل النسبة قليلة يسبب أنه لا يوجد دراسات كافية عليه لا أنا أعتقد أنه صعب في الحياة التي فيها عمل فيها دراسة أنه يستسلمون للنوم أو يرتبطون بالنوم أكيد النوم سيحتاجون لازم النوم يطلعون من المكان هذا إن شاء الله نكون المتابعين نستفادوا إن شاء الله وعرفنا إيش هي كلوميني إن شاء الله نشكر أكيد ضيفتنا لخصائية النفسية الدكتورة ندا سليمان العيسى وهي معالجة نفسية ورئيسة وحدة العلاج النفسي شكرا لك دكتورة شاهدين الكرام أنه مستمرين في حلقتنا لليوم ولكن فاصل قصير فاجئة خلوكم حيها هلاين مشاهدينا من جديد أكيد مكملين ومستمرين معاكم واحتفل العالم بالأمس 4 نوفمبر باليوم العالمي لإدارة المشاريع وهو اليوم اللي يحتفل بالعديد من المحترفين والمهتمين بمجال إدارة المشاريع حول العالم وطبعا هذا اليوم يهدف في نشر الوعي بأهمية إدارة المشاريع وأيضا يهتم في تحقيق الأهداف والمشاريع بنجاح تفاصيل أكثر نتعرف عليها في هذا التقرير خلينا نتابع يتم الأحتفال باليوم العالمي لإدارة المشاريع في الرابع من نوفمبر من كل عام بهدف رفع الوعي بأهمية إدارة المشاريع ودورها في تحقيق الأهداف المحددة في مختلف المجالات والصناعات ووفق المدة المحددة لكل مشروع يعد اليوم العالمي لإدارة المشاريع فرصة للمحترفين والمهتمين بمجال إدارة المشاريع للتعرف على أحدث الممارسات والابتكارات في هذا المجال وتبادل المعرفة والخبرات مع الآخرين وبشكل عام يهدف اليوم العالمي لإدارة المشاريع إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة المشاريع كمهنة وتحفيز الأفراد والمؤسسات والمنظمات على تحسين قدراتهم في هذا المجال مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل ووصولاً لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة وتحسين الاستثمار في مختلف القطاعات إدارة المشاريع تلعب دوراً حاسماً في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين وتحقيق مستهدفاتها وتتعدد الأمثلة السعودية الفريدة في إدارة المشاريع ومن أبرزها القدية والبحر الأحمد للطاقة وأمالة والرياضة وحلم ووصولاً وحديقة الملك سلعين وصنعة في السعودية والعلا والمربع الجديد وكورال بلوم أكيد مشاهدين الكرام بما أنه اليوم العالمي لإدارة المشاريع أستاذنا نرحب بظيفنا في الاستوديو المهندس أنس عبدالله الكعيد وهو مختص في الإدارة الاستراتيجية والمشاريع عشان يتكلم بشكل أوسع لو أسأل فيك مهندس أنس حياك الله ومساك الله بالخير أنت وزملة المشاهدين دعنا نتكلم بالبداية ما هي همية هذه الشهادة في سوق العمل خصوصاً سوق العمل السعودي بالبداية إذا تسمح لي أحد بالسياق عام على موضوع إدارة المشاريع والمشاريع على أساس حتى نعطي صورة أكبر للمشاهدين عن موضوع إدارة المشاريع بشكل أدق إدارة المشاريع عرفها معهد المشاريع أو معهد إدارة المشاريع أن إدارة المشاريع هي مسعة مؤقت لإيصال خدمة ومنتج فريد فقسم التعريف وفصلوا عن باقي خلنا نقول مجالات الإدارة المختلفة مثل إدارة الإدارة والأعمال الروتينية التي تتم بشكل روتيني رغم أنها مهمة ولها أهميتها لكن طرق إدارتها تكون بشكل مختلف فقسم التعريف إلى جزياتين رئيسيين المقصود في المؤقت أن لها بداية ونهاية المشروع فنحن دائما المشاريع نكون عارفين التوريخ البداية والنهاية المشروع فما يصبح مشروع ما أكون عارف نهاية مثل المشاريع الصيانة أو التي تعتبر خدمات الصيانة أو الخدمات التي تعتبر من نوع العمليات هذه لها طرق إدارة مختلفة أيضا أنها تقدم منتج وخدمة فريدة فدائما المشاريع مختلفة بطبيعتها وتحدياتها بسبب هذا بالضبط التحديد أنها تكون فريدة من نوعها وما تكون مكررة ومشابهة لمشاريع أخرى أيضا إذا بغينا نتكلم عن إدارة المشاريع وموضوع شهادة البي ام بي إدارة المشاريع نتكلم عن تطبيق المهارات والأدوات لإدارة المشروع بطريقة تضمن وجود كفاءة وفاعلية في إدارة هذا المشروع فركزنا بشكل كبير على موضوع الكفاءة والفاعلية بشكل رئيسي في إدارة المشروع وإذا تسمح لي أرجع لسؤالك بخصوص أهمية إدارة المشروع وفي السوق السعودي بشكل خاص يمكن تغيرت يعني مملكتنا الغالية علينا تغيرت بعد عام 2016 عند إطلاق رؤية المملكة 20-30 عن طريق عراب رؤية المملكة صاحب السمو الملكين من محمد بن سلمان الله يحفظه تغير وجه المملكة صار فيه رؤية وجهة معينة نحن منطلقين ورايحين لها بإذن الله تعالى في عام 20-30 صاحب إطلاق هذه الرؤية إطلاق أو ظهور عدد من الأهداف الاستراتيجية المهمة والاستراتيجية ركزت على ثلاث محاول رئيسية وطن طموح اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووجد معها عدد من الأهداف الاستراتيجية الطموحة اللي بإذن الله أنك السعودية قادرين نوصلها أيضا هذه الأهداف أطلق معها عدد من المبادرات والمشاريع الهامة فهذه المبادرات والمشاريع بحاجة إلى عدد كبير أو شباب سعودي مؤهل لإدارة هذه المشاريع بشكل يضمن بإذن الله تحقيق هذه المشاريع وتحقيق المنفعة بكفاءة فعالية صحيح مثل ما ذكرت هذه المشاريع الكبيرة التي نرى أكيد أنها تحتاج أشخاص محترفين في هذا المجال طبعا كنا ننتاقش على موضوع شهادة الـ PMP وكيف نقدر نحصل عليها لو جيت أسألك كيف نقدر نحصل على هذه الشهادة علما بأن الـ PMI التي تقدم هذه الشهادة في الخارج وليس بالسعودية فكيف الشخص يقدر هنا يحصل على شهادة الـ PMP بالضبط بالنسبة لشهادة الـ PMP يعني هي زي ما تفضلتي هي موجودة من أحد شهادات المهنية الاحترافية الخاصة في معهد الـ PMI معهد الـ PMI أتاح أنك تقوم بالاختبار سواء كان حضوريا أو أونلاين ويمكن هذه واحدة من الجوانب الجيدة في كورونا التي صارت أتاحه بعد كورونا أتاح موضوع أنك تختبر عن بعد في بيتك في منزلك في مكان راحتك على قولتهم تقدر تأخذ الاختبار طبعا وجود اشتراطات خاصة في الاتصال الانترنت يكون اتصال فعال وغيره أيضا يوجد مراكز معتمدة وهنا دائما ننبع على موضوع عساس ما يقع أحد على موضوع أنه تكون المركز غير معتمد أو يكون يعني خلنا نقول فيه جهات احتيال تحاول تحتال على بعض المتقدمين فيه مراكز معتمدة من PMI لخوض هذا الاختبار ما هي هذه المراكز؟ تقدر أنت وقت ما تقدم على أو كيف عرفها القصة؟ أي بالضبط يعني أنت وقت ما تقدم على اختبار PMI في الابليكيشن لما تتحدد وين تبغى موقع الاختبار سواء كان أونلاين ولا حضور يحدد لك بالضبط وين موقع المكان اللي تختبر فيه جميل ممتاز دعنا نتكلم بشكل أوسع الآن بشكل تفصيل عن الموضوع هذا مثلا نعتقد أنه حامل الشهادة الثانوية وحامل الباكالوريوس كل واحد له ساعات معينة بالضبط كم هذا وكم هذا عشان نفهم شكلها والسانوية بالضبط يعني بالنسبة لحامل شهادة الباكالوريوس يمكن فيه من بعض الناس يرى أنه شرط شوي معقد أنه يكون على الأقل 36 شهر خبرة في مجال إدارة المشاريع تقريبا ثلاث سنوات تقريبا ثلاث سنوات في عدد ثلاث سنوات أيضا في عدد 35 ساعة تدريبية و هنا نقول 35 ساعة نفس الشيء نرجع للمراكز المعتمدة و نرى تقويم التدريب و التعليم أيضا يقومون في جهود كبيرة بخصوص هذا الشان بخصوص اعتماد مراكز التدريب مراكز التدريب المعتمدة من PMI فهنا في عندنا اشتراطات نقول نوعا ما ما تعتبر صعبة للجميع قادر أنك كمدير مشروع تحقق هذه المتطلبات الشرط الأول يمكن بعض المستمعين حديث تخرج ويرغب أن يدخل في مجال لدارة المشاريع و يرى أن هذا الشرط تعجيزي بالنسبة لك كم ساعة عفوا ثلاث سنوات خبرة كم ساعة يجب أن يدرس بالضبط أنت الآن تدرس البكالوريس لتقريبا 128 ساعة تعادل لكن ممكن توحولك فرصة أنك تختبر اختبار شبيه بالBMP وهو اختبار يسمونه Certified Associate Project Manager أو اختبار مساعد مدير المشروع وهذا أيضا اختبار احترافي و يختبر مدير المشروع المبتدئ على عدد من العناصر الموجودة في الاختبار الرئيسي فهي بالعكس تعتبر خطوة ممتازة لحديثينا التخرج وبالعكس أنا منها المنبر أدعو حديثينا التخرج المهتمين في مجال إدارة المشاريع أنه يرى شهادات بديلة لاختبار البي مبي اللي يمكن ما يحقق فيها شروط جميل طيب لو جئنا نتكلم بالنسبة لأشخاص حاملية شهادة البي مبي كيف ممكن يستفيدوا من هذه الشهادة كيف ممكن تساعدهم في أنهم يطوروا مجالهم المهني وكمان على الاستدامة ممتاز سؤال رائع بالنسبة لشهادة البي مبي وزي ما ذكرنا بالتعريف سابقا مركزة على موضوع الكفاءة والفعلية شهادة البي مبي ما هي علم معقد هي إطار عمل تعطي مدير المشروع إطار عمل وأدوات تستخدمها في مشاريعك وهذه ميزتها أنها قابلة للتخصيص فأنت تستخدمها في مشروع على منظمة معينة تأخذ منها أجزاء معينة التي تساعدك في مشروعك وممكن تستخدم أجزاء أقل منها على مشروع أقل تعقيدا فهذه تساعد مدير المشروع على إدارة مشروع بكفاءة وفعلية وهي هدفها ودائما ننصح الجميع إدارة مشروع ليس هدفها أن تزيد التعقيد للمشروع هي هدفها أن تساعدك لإدارة مشروعك بكفاءة عن طريق الأدوات والمهارات التي ممكن تزودك فيها هذه الشاهدة جميل وهندس أكيد أنه من منطلق الاهتمام وحسب رؤية 20-30 التي تدعم المشاريع أعتقد السنة الماضية وقيم المنتدى العالمي للمشاريع في الرياض يعني هذا الشيء هذا يعطينا صورة عكاسية أنه 20-30 قاعدة تدعم المشاريع بشكل كبير بالضبط رؤية 20-30 هي المنارة التي قاعدة ماشي عليها مملكتنا الغالية يعني عندنا هي الطريق الآن نحن كلنا عارفين كسعودين في 20-30 أشياء الأهداف الاستراتيجية اللي عندنا أشياء الأهداف الطموح مرسومة ومواضحة سهل لنا الموضوع الله يحفظ الطالع عمرك فالآن الطريق واضح بالنسبة لك نحن عندنا الأدوات اللي ممكن أنك تساهم أنك تشتغل فيه رؤية المملكة 20-30 بس أعرج على سؤال موضوع المنتدى العالمي اللي يقيم وبالمناسبة السنة هذه بإذن الله سيقام في نهاية شهر نوفمبر هنا في الرياض نفس المنتدى عالمي اللي دارت المشاريع يستضفيه متحدثين عالميين في هذا المجال ويصير فيه فرصة أيضا لإقامة تعارف هذا المجتمع مدراء المشاريع في المملكة العربية السعودية للناس المهتمة فيه يمكن هذا قائم عليه بشكل رئيسي مجموعة تسمى KSA PMI Chapter أو مجموعة Chapter الخاص في PMI في المملكة العربية السعودية جميل إن شاء الله نكون نستفدنا وننظم للناس راح اللي يستفدت ودائما يصاروا معي ضيوف وأنا أحاول أسرق منهم معلومات إن شاء الله نوصلنا معلومات أيضا للضيوف المشاهدين عفوا المهندس أنس عبدالله كعيد المختص في دارة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع شكرا لك شكرا لك وأكيد مشاهدين شفنا كيف بدأت فعاليات موسم الرياض 2023 بتألق وأكيد أيضا بنجاح كبير واستضافت محمد عبدو إرينا العديد من النزالات الرياضية المميزة وتصدرت المصارع المحترفة WWE الأحداث حيث شهدنا جول كراون تعود في بداية موسم الرياض وسط حماس وترقب كبير جدا من الجمهور خلينا نتابع هذه الفعالية في هذا التقرير ونرجع لكم منافسات WWE رجعت العام 2023 بموسم الرياض الرابع أكيد نحن قاعدين نشوف الجمهور ما شاء الله تبارك الله وكل مكان وكل مكان جايين وإحنا اليوم راح نغطي لكم اللقب وبرغوا الفائز باللقب جماهير حضرت من كل مكان ومن كل دول العالم عشان يعيشون جوال حماس والتشويق والإثارة مع نجومهم المصارعين ترجمة نشوف الجمهور ومعنا 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 نشوف الجمهور وإن شاء الله بإذن الله راح نكون أول واحد متعرفكم بإذن الله في المصارعين محمد ماهر بن جديد مصارع المفضل أندرتاكر رقم واحد أول شيء استضافة WWE هذا حدث غير مستغرب لأنه هذا الأمر تم لأول مرة من 2017 وكان هناك أيضا تعاقد مع WWE لمدة عشر سنوات أنهم يحضرون نجوم WWE للمملكة العربية السعودية ويقدمون عروضهم المذهلة اللي نشوفها والأحداث العالمية والرياضات العالمية المختلفة اللي شفنا المملكة العربية السعودية تستطيع ألعاب مختلفة مثل فورمولا إي والفورمولا وان وعشاق الـ WWE لهم أثجر هنا يقدرون تسوقون فيه منتجات الـ WWE والمصارع الحرة وبرضو عشاقهم من المصارعين تعالوا نشوف أنت جاي يتشجع من الليلة؟ جاي يتشجع سيث رولنس من؟ سيث رولنس يفوز؟ بإذن الله سوف يفوز على درو مكنتا ورح يأخذ راتك يالله نشوف بإذن الله ورامي رح يقصر وزات تجوال مصارع حماس بحضور النجم والممثل الشهير جون سينا اللي صفق له الجمهور رغم هزيمته من سولو سيكوا واستمر بطل الـ WWE رومان رينز بالمحافظة على لقبه لما تغلب على AL Knight وقدر أنه يحافظ على هلأ أبي يانكا حافظت إي والسك أما لوغان بول فقد فاجأ الجميع بتغلبه على راي ميستيريو بعد من تزعلق بالولايات المتحدة الحماس والإثارة عاشها الجمهور بعد الكراون جول فاز لفاز وتوج لتوج بس الأهم أن الجمهور استمتع وانبسط مع أبطاله ومصارعين المفضلين أكيد موسم الرياض دائم موعدنا على إثارة وعلى التحديات وعلى كل ما هو جديد واستمرين معكم أكيد في تغطيتنا لكل أحداث موسم الرياض فقط على ستيديو اس بي سي أنا حضرت يا جماعة الخير المصارع الكراون جول صراحة استمتعت والأجمل أن الجمهور حاضر ويسجع وصراحة حماس الموضوع ونتكلم عن زوار من جميع أنحاء العالم مش فقط من المملكة أو حتى من الدول العربية فآنا من الناس اللي يستمتعوا فلو كنت معظل شوية كان شاركت في النزال وأخذت اللقب عليهم أكيد مشاهدين نحن مستمرين معكم في حلقتنا اليوم بس فاصل قصير وراجعين خلوكم قريب يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي ستوديو اس بي سي من جديد أكيد أننا مكملين معكم فقراتنا لليوم وصلنا معاكم لفقرة أخبارنا العالمية والمتنوعة وكمان بعضها الغريب خلينا نروح لأول خبر ادخلت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو لإنقاذ قطة احتجزت داخل سيارة لأيام دون طعام أو ما وكمان ذكرت وسائل إعلام محلية أنه خدمات الطوارئ والشرطة اقتحمت سيارة بالقرب من الكراملين بعد ورود تقارير عن حبس قطة في السيارة دون طعام أو ما ولم يلاحظ أحد وجودها حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي شافها كده أحد المارة فأخبر الشرطة والحمد لله نجحت خدمات الطوارئ في فتح الباب دون الإضرار بالسيارة وإنقاذ القطة وكمان لم يتضح على الفور الجهة التي تنتمي إليها القطة لكن ورد أن صاحب السيارة نقل إلى مصحة نفسية قبل أيام وقالت وسائل الإعلام أن القطة كانت تعاني من الجفاف والجوع لكنها الحمد لله بحالة جيدة وبحسب ما ورد مبنى ضابط يعمل في مكتبنا المدعي العام في موسكو وخلينا نشوف الفيديو مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويريم يكسر الخاطر عيونه من فجأة وحالته حالة جدا يحزن صراحة بس كده استمتعت هنا قاعدة بأشوف كيف طريقة الإنقاذ لكن الواضح أنه السبب لأنه الشخص اللي كان صاحب القطة يمكن كان بيعاني من حالة نفسية وعشان كده نقل للمستشفى ونسيها هو الحاجة يحطونا بالمرض النفسي عمول المسكين يعني انحجز في السيارة لا والمصيبة أنه بالقرب من الكريملين خصوصا نحن عارفين أن روسيا بالسابق كانت يقول لك في دول يعني تحاول التجسس على روسيا من خلال القطة هل تتوقع أنه ممكن يكون هذا فهم خايفين من موضوع هذا قطة ممكن تكون جاسوسة ممكن لشأن نشفنا أفلام كثيرة لكن لا تتوقع هي في النهاية قاعدة في السيارة لحالها بأمان الله ومسكينة لا عندها لا أكل ولا ماء ولا شيء ضد بشكل جاسوس فشل هالمرة القطة عمول الحمد لله أنه منقذوها وأنا أقول أنه صاحبها والي مربيها إن شاء الله أنه ما يأخذها مرة ثانية لأنه حراب تتكلمين عنكم يوم وهي في السيارة صحيح خصوصا أنه يعني النقل مستشفى أو مرض أو عنده مرض نفسي فأكيد أنه ما رح يرجعه للقطة طيب خير نطلع من الأرض إلى السماء وين أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اطلاق خدمة البث الجديدة التي تعتبر خالية من الإعلانات وبدون تكلفة عشان نشوف النجوم يا جماعة الخير هالشي هذا يريم يجي تعزيزا لتواجدها على شبكة الإنترنت بعد إتاحة خدمة البث التلفزيوني وقناتها على مواقع يوتيوب المهم أنه الخدمة هذه تهدف من خلال الوكالة إلى أن الحدث اللي رح يبدأ إن شاء الله مباشرة رح يكون فيه 8 نوفمبر الشهر الجاري رح يضاف أيضا محتوى بث أصلي جديد علشان يتم اكتشاف الكون من خلال لقطات حية للنجوم سبق وأن رصدتها مهمة الكويكوب أوسيرس ريكس قبل شهرين طبعا يجي ذلك ضمن برنامج ناسا الجديد اللي يتيح تنزيل المواد أيضا واستخدامها على معظم المنصات الرئيسية عبر تطبيق ناسا على الهواتف المحمولة اللي تعمل أكيد بنظام الأي او اس واندرويد واجهزة الكمبيوتر المحمولة ولا اجهزة اللوحية خلونا نشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اليوم نادر صرنا ما نحتاج تلسكوب التلسكوب صار موجود في الجوال انت بتخيل انك انت تقدر تشوف الفضاء وتكتشف الفضاء من خلال تطبيق على الجوال يعني قد ايش احنا وصلنا للتطور وقد ايش اطورت التكنولوجيا بس هل انت مهتمة بالموضوع انك تشوفين نجوم؟ ليش لا بالعكس يعني حلو ان الواحد يكتشف كذا اسرار الفضاء انت غير مهتم؟ غير مهتم ليش لا؟ لانه صراحة اننا شوفتها بالافلام كثير وشوفنا تجسيدها بشكل اقرب وبشكل واقع فاعتقدون الوضع ما رح يكون قريب لكن اكيد ان في الافلام بتكون مختلفة هذه اللي انت بتشوفها من خلال شاشة الدول بتكون يعني ممكن حقيقية اكثر حقيقية بس ما رح نشوفها بالشكل الحقيقي اكيد اننا ما رح نشوفها بالشكل الحقيقي فاننا احنا بنتكلم على الفضاء والنجوم عموما خلينا نروح معكم كمان لهذا الخبر قرر رجل بريطاني يدعى مارك بويل منذ 15 عام التخلي عن المال والتكنولوجيا والعيش حياة بسيطة في الطبيعة لقى بويل سعادته في هذا الاسلوب من الحياة حيث يرى ان المال والتكنولوجيا هم سببان رئيسيا للمشاكل في العالم طبعا بويل نشأ في بيئة ميسورة الحال وكمان عمل في وظيفة ذات راتب جيد بعد تخرجه من الجامعة وكان بيعيش حياة مرفهة وكان بيستمتع بالتسوق شراء أحدث الهواتف تناول الطعام في المطاعم الفاخرة لكن فجأة وفي أحد الليالي عام 2007 وخلال مناقشة مع أحد أصدقائه أدرك ان المال هو الجذر الرئيسي لمعظم المشاكل في العالم وقرر بعد كذا تجربة العيش بدون أموال وفي عام 2017 قرر انه يتجنب استخدام معظم التكنولوجيا ووجد ان هذا الأسلوب من الحياة أكثر بساطة وتعقيدا في نفس الوقت وكمان يأمل بويل انه يفهم الكثير من الناس يفهم الكثير من الناس انهم يكونوا أقل اعتمادا على المال والتكنولوجيا صراحة ما عندي أي تعليق على الموضوع لانه أحس انه صعب في هذا الزمن انك انت تعيش بدون المال والتكنولوجيا وتقول انه هم مهم شيء أساسي في الحياة شوف هو ذكر انه المال هو سبب المشاكل ونسي صديقنا بويل ان المال برضو يحل هالمشاكل لا اكلا اتوقع انه كان فاضي ذاك اليوم ومسكت معي يبغي يجرد ما عارف انه هو يستخدم المال بالشكل الصحيح لا هو يقول لك مهندس وراتبه كويس وموره ميسورة بس انا يعني ما كان ودي صراحة انه يعمم هالمقولة هذه ريم لانه الناس قاعدة تشتغل وقاعدة تكتاح وتكافح برضو عشان تجلب المال لانه المال مثل ما يخلق مشاكل مثل ما قال صديقنا بويل برضو المال كفير وليحل المشاكل نادر ان كل شخص يقول خلاص انا ما راح يعتمد على المال ولا التكنولوجيا ما راح يكون ما كنا يعني حنوصل للي وصلنا لليوم تفين وجهة نظري مختصرة اعتقد انه بويل يبحث عن الاثارة عن الشهرة ممكن وممكن من الاثارة والشهرة بالسالفة هذه يبغى فلوس ممكن طيح اكيد ريم بنروح من الزاهد بويل الى الفنون القتالية اللي صارت متاحة للجميع حتى الكنغر مشاهدين الكرام تحت هالعنوان انتشر مقطع فيديو لشاب يركض لانقاذ كلبه من الغرق على يد كنغر في استراليا طبعا هالفيديو لقى رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم التعليقات المتابعين بين الساخرة من الواقعة وايضا الصادمة ايضا بالفيديو اللي بنشوفه معكم يظهر الكنغر وهو يمسك بيديه المفتولتين الكلب المسكين ويحاول غراقه وعندما يشاهد الموقف مالك الكلب دخل الماء اكيد بدون اي شعور عشان ينقل الحيوان الاليف اللي يعاني من صعوبات بصرية متوعد الكنغر لحظات انه حينتقم منه طبعا خلونا نشوف الفيديو موسيقى 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 هنا تصير بيني وبين نادر نادر بيقوله كنغر مسكين وأنا بقوله لا الكنغر ترى من الحيوانات اللي يعني ممكن شرزه زي ما شفنا شفتي منه شيء هادمت عن الرجال هل تضررك بشيء؟ لا أكيد أنا ما بشوفه أصلا يعني عشان أبرني بشيء لا بس هو ترفعه المسكين ترى حيوان عشابي عشان كده ما يهجم على أحد يعني ما يميل للحم ليش يغرقه ليش إحنا أسان نظن حتى الكنغر المسكين قاعد يناظر كده قال شفيهم هذول أنا قاعد أنقذ كلبهم وهجموا عليه وبعدين ترى الفكرة ترى فيه كنغر معضلة مو عشان كده بقوله أنها تعتبر من الحيوانات اللي ما رح أقول شريسة لكن ممكن أنها تهجم لا هو إذا انتهجمت عليه فأكيد تنتبه منه لأنه لكما واحدة منه ممكن تقضي على إنسان بالغ بس يعني يعتبر حيوان مسالم وما هو من الحيوانات المسالمة نادر لكن ممكن أنا من حبي ليه قلت إنسان مسالم لأنه فعلا أنا أشوفه مسالم صراحة فقاعد ينقذ الكلب صراحة مو قاعد يغرقه ريم عنده وجهة نظر ثاني عموما خلينا نروح كذا للخبر اللي بعده طبعا تداولنا شطوع على موقع التواصل الاجتماعي مقطع في فيديو طريف لقرد يقايد سائحة على هاتفها الجوال اللي اختطفوا منها مقابل أنها تعطي الطعام والفاكهة اللي بيفضلها وبحسب متداول المقطع قد حدثت هذه الواقعة الطريفة في مدينة بالي الاندونسية حيث كانت إحدى السائحات تقترب من قرد عشان تلعب معه وتلتقط صورة معه عبر هاتفها الجوال لكنه طبعا أخذ الهاتف منها وبينما كان من المنتظر أن يأخذ الهاتف ويهرب بعيد كما هو طبعا معتاد من القرد لكن اللي صار أنه كان يبغى يقايضها بمقابل أنه يأخذ منها طعام أو فاكهة خلينا نشوف الفيديو والله القرد يريم واضح أنه ناجح بالمفاوضة والمقايضة قدر أنه يأخذ اللي يبغى ويرجع لها الدورات هذا اللي ما أخذ الدورات في الإدارة أتوقع ممكن أنه لا أخذ البي ام بي بعد أن يتكلمناها قبل قليل فالقرد هذه الذكية جماعة الخير فأوالله علشان تعطيه الفاكهة القرد من الحيوانات الذكية لكن المشكلة أنها أحيانا ممكن تهجم على الإنسان أو تسرق وتسرق من الأكل ومثل ما شفنا سرق الجوال قبل قليل أنا لا أحب القرد أخاف منهم نادر لكن هم أكثر جرام القرد أو الكنغر؟ لا أكيد ما أقدر قارب اللي كان غرنه مسالم عايش حياته الحالة في البر أو لا؟ لكن القرد ما تسلط على الناس صحيح ما تسلط على الناس طيب ريم قل نروح للمراهق اللي تسلطوا أثار غضب كبير في بريطانيا عموما يقولك أثار مراهق بريطاني غضبا في بريطانيا وحول العالم بعد إقدامه على قطع شجرة تاريخية شهيرة عمرها يزيد على قرنين من الزمن مما استدعى القبض عليه من الشرطة ووفقا لما هو منشور في وسائل الإعلام الغربية فقد عمد المراهق اللي يبلغ عمر 16 عام على قطع شجرة الجيمز الشهيرة اللي تقع في نوثنبرلاند الوطنية في شمال إنكيلترا المشهور لدى الملايين حول العالم طبعا هي نذكرنا ظهرت في فيلم روبن هود أمير اللصوص عام 1991 وتقع الشجرة الجيمز الشهيرة في منطقة خالية من الإشجار بجانب جدار هادريان التاريخي المدرج على لايحة التراث العالمي لليونسكو وليتم بناءه منذ حوالي 1900 عام لحماية أقصى الحدود الشمالية الغربية للأمبروتورية الرومانية نتابع الفيديو We are talking to You've heard about the vandalism at SYcomore Gap I used to picnic here with my wife and my kids We've brought relatives from around the world here to see this People have had their ashes scattered here People have proposed here I'm normally pretty measured sort of guy but this has made me incredibly angry and I really hope the people who did that صراحة يعني ماني مستغرب ليش هذا الخبر فعلاً أثار استياء الكثير من الأشخاص ومثل ما شفنا كمان أن أحد الخبراء قال أنه من الصعب إنقاذ الشجرة يعني ما عرف ليش ممكن إنسان يعمل شيء زي كذا شوفهو ما في تفسير شيء واحد صراحة أنه إحنا داخلين الآن على الشتاء ويبغي يقصص يبغى حطب ما في لكي ما لقى إلا هذه الشجرة بعدين يعني أكيد أنه ممنوع نادر هو ممنوع لكن من الأساس يعني لو السلطات البريطانية يعني مهتمة في الشجرة كان أقل شيء حوطتها وحطت عندها حرسات بمنها يعني تعتبر شجرة تاريخية صحيح هي تعتبر شجرة تاريخية ومثل ما قلت نادر كمان ظهرت في فيلم في عام 1991 فأكيد أن هذه شجرة تاريخية ولها قيمة لكن للأسف في بعض الأشخاص يمكن ما بيهتمون عموماً خلينا نأخذكم أيضاً إلى هذا التقرير حيث احتفلت شركة النهدي الطبية بحصولها على جائزة أفضل بيئة عمل للسنة العاشرة على التوالي كونها أكيد أحد الشركات الرائدة السعودية اللي بتبذل الجهود لخلق بيئة متميزة لتمكين الصيدلانيين السعوديين ويتحدث أكثر عن هذا الإنجاز الرئيس التنفيذي المؤسر المهندس ياسر جوهرجي في هذا التقرير خلينا نتابع احتفلت شركة النهدي الطبية بحصولها على جائزة أفضل بيئة عمل كون النهدي تهتم وتبذل الجهود لتمكين الصيدلانيين السعوديين في المملكة طبعاً شكراً على الاستضافة اليوم يوم جميل واحتفال مميز لأنه إحنا مو بس أفضل بيئة عمل إحنا من أفضل بيئة العمل لأبناءنا وبناتنا السعوديين وهذه وسام على صدرنا كلنا والحمد لله إحنا بيئة جاذبة أولاً وأخيراً ومحفزة وتعطي فرص وتعطي حوافز وتعطي تطوير مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا استثمرنا أكثر من خمسمائة ألف ساعة تدريب في أبناءنا وبناتنا الصيدلانيات السعوديين وهذا طبعاً يساعدهم على التطور والتقدم في رحلتهم المهنية إن شاء الله إحنا من قبل ما يصلوا لمرحلة التخرج من كليات الصيدلة في شراكة استراتيجية بيننا وبين جميع كليات الصيدلة في المملكة تمكننا من وضع المنهج للصيدلات المجتمعية في كليات الصيدلة استطاعنا جذب أبناءنا وبناتنا قبل ما يتخرجوا عشان يساووا التدريب تبعهم في الصيدلات المجتمعية في النهدي وسوينا شراكات مع تقريباً جميع كليات الصيدلة في المملكة كليات الصيدلة في الملك سعود وملك عبد العزيز الطايف أم القرى الملك خالد جيزان الجوف ويعني أغلب الكليات الصيدلة وهذا ساعدنا على جذب الشباب والشابات فأنا أشكر جميع الجامعات في القطاع التعليمي على دعمهم لنا والشراكة اللي بيننا وبيننا إحنا بفضل الله ثم بدعم الجهات المختصة والحكومية يعني أولاً وأخيراً أنا أخص بالذكر وزارة الموارد البشرية وفريق توطين ووزارة الصحة بقيادة معالي الوزير اللي بيدي اهتمام مباشر للموضوع هذا كبير وبيذللوا العقبات اللي بتواجهها القطاع الخاص بشراكتهم بفضل الله طبعاً أولاً وأخيراً نستطعنا أنه إحنا نستقطب ونوظف ونحافظ على أكثر من ألف صيدلاني وصيدلانية سعوديين يمثل بناتنا منهم خمسمية صيدلانية وهذا فخر لنا بفضل الله وطبعاً هذه تعتبر الأعلى من أعلى أو الأعلى في قطاع الصيدلات المجتمعية من ناحية استقطاب الكوادر السعودية طبعاً ما في شك الجميع شركاءنا لكن بالأخص وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والاهتمام اللي بيلقى الملف هذا من أعلى سلطة في الوزارة من معالي الوزير في وزارة الصحة ومن معالي الوزير في وزارة الموارد البشرية بيحفزنا دائماً والحمد لله إحنا اليوم استطعنا أن نصل في فترة قصيرة إلى عدد ألف من بناتنا وأولادنا ويمثل هذا 25% من صيدلتنا والقادم أجمل وأفضل بإذن الله أكيد شكراً للزميلة سارة سالمين رصدت لنا هذا التقرير وأكيد نحن نفخر أكيد بالشركات الوطنية اللي تسعى إلى جذب أيضاً اليد العاملة السعودية وتهيئة بيئة العمل بشكل جيد وبشكل إيجابي مشاهدين نحن أكيد مستمرين معكم في حلقتنا اليوم وراجعين لكم مع التدحديات اللي تواجه الطلبة والطالبات في قاعة الاختبارات تحديات الطلبة والطالبات في قاعة الاختبارات يعاني العديد من الطلاب من موارسات تودي إلى تشتت أفكارهم وفقدانهم من التركيز خلال فترة الاختبارات عشان كده اليوم رح نسلط الضوء على هالقضية الحساسة والهامة وفي تقريرنا هذا رح نقدم قصص وشهادات من الطلاب اللي فعلاً مروا بهذه التجارب ورح نكتشف الأثار النفسية والأكاديمية لمثل هالممارسات المزيد من خلال هالتقرير نتابع أجمع عدد من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية إلى أن مدارسهم تقوم بتذكيرهم وتوعيتهم بحقوقهم أثناء تأدية الاختبارات ولكن لفت بعضهم إلى بعض من الممارسات الخاطئة التي يمارسها المراقبون داخل قاعات الاختبارات والتي تؤدي إلى تشتت أفكارهم وفقدانهم تركيزهم وتنعكس سلباً على نتائجهم النهائية في الوقت نفسه أكد متخصصون بالصحة النفسية والقانونية أن من أهم حقوق الطلاب التي كفى لها لهم نظام التعليم في السعودية هي التهيئة النفسية والمعنوية والمكان المجهز والكوادر المؤهلة المناسبة لتحقيق مخرجات تسهم في بناء مستقبل المملكة ويحقق لها أيضاً المكانة المشهودة وبعد دراسة أجريت على بعض الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية أشار البعض إلى أن من أكثر الأمور التي تقلقهم وتفقدهم تركيزهم أثناء الاختبار هي التنبيه بالملاحوات الخاصة بالاختبار بكثرة من قبل المراقبين كذلك المشي والدوران بشكل متواصل من الممارسات التي تجعل ذهنهم مشتت ويفقدهم القدرة على تذكر المعلومات إضافة إلى دخول وخروج الإداريات أو المعلمات الأخريات أثناء الاختبار وهي من أكثر الممارسات التي تفقد تركيزهم ويشعرهم بالقلق وقد ذكر البعض الآخر إلى أن من أكثر ما يفقدهم تركيزهم هو تحدث بعض المراقبين مع الطلاب وعدم تقدير بعض المعلمات لوقت الامتحان والضغوط التي يمارسنها باستخدام أسلوب التهديد والوعيد الذي يجعلهم ينسون المعلومات ويشتت انتباههم كما اتفق الآخرين على أن الوقوف بجانب الطالب ومراقبة ورقته أثناء تأديته للاختبار يتسبب لارتباك الطالب وتشت التركيزه وانخفاض ثقته بإجابته على الأسئلة وبعد كل هذا كيف يمكن للمؤسسات التعليمية دعم الطلاب والمراقبين وضمان توفير بيئة اختبارات مثالية وأكيد للحديث أكثر عن التحديات أو المشاكل اللي ممكن تواجه الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبار يصرنا أن تنضم لنا دكتورة إيمان الصافي المستشارة التربوية وياهلا وسهلا فيك دكتورة إيمان في البداية أهلا وسهلا خيرك أتعدني معكم والله ياهلا وسهلا فيك في البداية دكتورة إيمان إيش ممكن تكون بعض المشاكل اللي بيواجهوها الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبار واللي ممكن تأثر على أداءهم أولا ثم أولا ثم أولا لا داعي للإطلاق للطلاب والطالبات يعني عندك القلق والتوتر هذا السبب الرئيسي اللي بيشكل الخطورة هذه لكتل الاختبارات القلق في المحيط سواء في المدرسة أو في البيت تحسي أنه العائلة بتسبب القلق الكبير والتوتر للطالب والطالبة بيحسسهم أنهم كانوا مدخلين على معجزة فإحنا هنا نوفي أنه يكون الجو العائلي جدا هادي ما يشكل أي خطورة للطلاب والطالبات لأنه هو القلق والرئيسي أصبب الرئيسي فعلا اللي بيينعكس سلبا على الطلاب والطالبات في فترة الإختبارات طبعا جميل دكتورة بالحديث عن نحن نعرف جيلنا الإختبارات الآن يعني من زمان عم كنا أجيال طويلة ويتكرر نصائح كثيرة للتخلص من القلق والإختبارات والآخرين الجيل هذا مختلف عن الجيل السابق ليش ممكن أنه أنا أقلل بالبداية من أنه مثلا عدم أنه يكثر من أمور الغش وأنه يلتفت لورقة زميلة أو زميلتها كيف أنا ممكن أحتويها الشيء هذا سيد الفاضل أنت قلت كلمة مرة مهمة اللي هي الجيل هذا يختلف عن كل الأجيال الجيل هذا يفهمك من نظر ويفهمك من كلمة وأكبر من سنه أكبر من سنه نلاحظ طالبات أنها يعني الطالبة وأحنا نتعامل معها البنت أكبر من سنها فالجيل هذا يختلف وإنت لازم تعرف أنت تتعامل مع مين حكاية الغش يعني فوق ما تتخيل أننا نختلف أنواع أو طرق الغش ماك موزي أول ورقة وتحاول تدخلها هنا أو يعني تنقلها معها أو كتاب أو دفتر طبعا هذه الأشياء بي كلها ما في في أساليب ثانية لاحظناها وأدركناها فعلا أنها متواجبة اللي هي حركات بالأصوات اللي هي تطق على الطاولة اللي هو هذا السؤال الأول السؤال الثاني النظرة الأولى النظرة الثانية بالإشارة بالأصابيع يعني طبعا أختلفت الطرق والنتيجة واحدة اللي هي غش جميل جميل مثل هنا دور المدرسة دور المدرسة أتلحي بس تفضل دور المدرسة مو نركز على طلاب وعالطالبات نحن نركز على كيف التعامل معهم يعني الكادر الإداري في المدرسة والمعلمات لازم يكون عندهم خطط وردة فعل سريعة ونبيها للحالات هذه نحن ما بنقول نركز على الطلب والطالبات أنه ما يصير فيه غش لا خلص هذه مطرور منا لكن نحن نحن ندرب الفنيين في أي مؤسسة يعتبر الكادر الإداري فنيين ندربهم على كيف التعامل في حالات الغش صحيح يعني أريد أن المشكلة ليست مشكلة نفسها المشكلة كيف تحليها أو كيف تتعامل معها صحيح دكتور إيمان مثل ما ذكرتي أكيد أن البيئة جدا مهمة سواء كانت البيئة في المنزل أو في المدرسة والكادر الإداري أكيد أثناء فترة الإختبار أيضا المراقبين لهم دور جدا كبير يعني ممكن أنهم يسببوا أن أحيانا الطالب أو الطالبة بيتوتروا أثناء فترة الإختبار أو في قاعة الإختبار كيف نقدر أو كيف ممكن المراقبين يعززوا بيئة الإختبار اللي ممكن تكون عادلة وموثوقة بالنسبة للطالب نفسه بالضبط كلامك يعني في مكان الحين إحنا قبل شوي أنا قلت لك اللي هو الكادر الإداري نسميهم الفنيين أي مؤسسة يتسمون الفنيين هنا دورك أنت كقائدة أو مديرة مؤسسة تديري أن الفنيين هذول كيف تدربيهم على التعامل في أي حالة سواء اختبارات أو أي حالة طارئة عندك الإداريات في الدخول والخروج الكثير الكلام بين المعلمات المراقبات في الجلسة أو في حصة الاختبار أسمكم الله صوت الشوز أو هي تمشي المفروض أنه لا يكون فيه صوت يعني فعلا العرمية الإذرة تسمع صوتها هذا المفروض صحيح في نفس الوقت في نفس الوقت تحاول تحاول صحيح دكتور لعلي لعلي أرجع أكمل معك النقطة هذه بشكل أوسع لكن أبيك برضو تسمعين معي إجابة السؤال اللي سألناه للمشاهدين عبر منصة إكس هل يجوز للمراقب أنه يسحب ورقة الطالب أثناء الالتفات فقط 29% قالوا لا أما 71% العكس النسبة نعم فدكتور يعني من خلال هذه النسبة اللي ظاهرها الآن أمامكم على الشاشة موشاني الكرام ممكن أنه فعلا يكون عندهم منطق من خلال الكلام اللي قالوا أنه فعلا يعني المفروض أن الطالب لا تنسحب ورقته التفت جتح حكة بيعطس لماذا تنسحب ورقته لا لا مين قال مين قال أنه ينسحب ورقة الطالب الآن مين قال الإجراء هذا قديم جدا والآن نحن لا ننصل الطالب لهذه المرحلة أصلا أنه نسحب منه ورقة ولا غمط أبدا لا في هذه الإجراء أبدا يعني من سنين دكتور أيمان الصوت بس عشان نقدر نسمعك بشكل كويس أنت ذكرت أنه النقطة هذه أنه التعامل هذا انتهى وراح عليه الزمن إيش هو اللي الآن ممكن المراقب يتخذه مع الطلاب إحنا عندنا في البداية طبعا لازم التحذير الشفوي أو الإيحاءات اللي هي بالعين أني أنا ترى ندركة ترى أنا شايفة يعني هذا أولا بعدين اللفظي اللي هي تجد لي لا ترى أنا كذا بعدين الإجراء الثالث وهذا بالناظرة تصير أنك تمسك طالبة أو طالب بالنسبة لنا إحنا كطالبات بالناظرة تلاقي يعني شيء معاها في يدها أو أما الالتفاق هذه أساسا أساسا ما هو بدليل على إنها بشكل طيب لازم يكون أنت عندك يتخضل خلينا خلينا نقول على سبيل المثال دكتورة إيمان أحد المراقبين سحب ورقة الإجابة من الطالب وبعد كذا شك أنه في ظلم للطالب كيف ممكن يتصرف إيش الإجراءات اللي بيتخذها إيش الإجراءات اللي بتتخذها المدرسة أو الجامعة في هذه الحالة هو شوفي عندك عادة الإختبار هذا من حق الطالب إذا كان ثبت فعلا أنه يعني غلط أنه غلط في حقه أوكي هذا يعني طبيعي لازم يكون الإجراء هذا اللي هو عادة الإختبار وهذا من حقه سواء غش أو ما غش أو غش يعني ركز على هذا المقطع حتى لو غش عنده فرصة أنه يعيد الإختبار صحيح دكتور وعن نفس الوقت صحيح وقت ثاني المهم ترى إحنا قادمين بالربي أجيان بالربي يعني أمخروض أنه هذه طاقة التعليم أنت بتحبيبهم فيها ما بتكرههم فيها بالضبط مثل ما ذكرت دكتورة ذكرت نقطة جزئية جميلة دكتورة أنه نحبب الطلاب أكيد وإن شاء الله برضو المراقبين بشكل عام وحتى الدكاثرة في الجامعات أنهم فعلا يحاولون يعني يتواكبون مع الجيل الجديد هذا مثل ما ذكرت دكتورة نحن شاكرين لك أكيد المستشارة التربوية الدكتورة إيمان الصافي شكرا جزيلا لك صحيح سيدكم أنا اللي شاكرا لكم وشرفني وجودي معاكم ونبعي لله أنه الله يوصيبهم ولا يضيع صعب لأي طالب أو طالب يا رب والله يعطيكم العافية أنت واحد واحد يعطيك العافية دكتورة إيمان شكرا لك وأكيد بالتوفيق لكل الطلبة ومشاهدين أكيد نحن مكملين حلقتنا معاكم وبعد الفاصل لحظات ساحرة مع العود في أمسية خاصة خليكم قريبين وحيها العين مشاهدي ستيديو اس بي سي وكيد مكملين معكم فقراتنا المتنوعة والآن بروح معاكم لفقرة فنية فيها مزاج فيها رواقان لقاءنا اليوم غير اليوم نقدم لكم لقاء مميز مع وحدة من ألمع نجوم عالم الموسيقى عازفة عودة استثنائية تحمل في أصابعها حكايات موسيقية تسحر القلوب وتأخذنا إلى رحلة ساحرة عبر نغمات والألحان هل فنانها المتألقة لديها القدرة الفريدة على التعبير عن مشاعرها وأفكارها من خلال صوت العود خلونا نتعرف معكم اليوم على فنانتنا اللي رح اليوم نستمتع معكم بشكل أوسع ونرحب فيها نسرين نسحيم هلا وسهلا فيك نسرين هلا وسهلا نسرين قبل ما نتكلم ونأخذ ونعطي معك أسئلة نبغى العود يعرفنا مين هي نسرين هيا بس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ونحن نسرين ونحن نسرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونحن نسرين ونحن نسرين ونحن نسرين عن نفسها. لكن ما الذي حفزك؟ أرى أن الآلة معروفة. الآلة ليست التي تختارها. الآلة هي التي تختارها. هذه الآلة هي التي تختارها. العود أحبه بالذات من الآلات الوترية. لأنه سيد الآلات جميعاً. هناك ألفة بينه وبينه. أداة أجد فيها البشرية كما أنا أحب. أسولف معها. أضحك معها. أنا لا أرى جماد نسبياً. لأنه كان شجر أقصوها. أستخرجوا لنا منها العود. فهذا يجب أن يكون لها أروح. فبدالما تسقينها بالموية. تسقينها بالأوتار. الله الله كلام خطير ما يطلع له من فنان. من داخل إحساسه. نسرين بغرجع. متى بديتي في العود؟ كيف المناسبة تبدين فيه؟ بديت فيه فعلياً قدو ثلاث سنوات. لكن علمياً وأقرأ فيه من أيام الصيبة من أيام صغيرة. أحب الفن وأهل الفن جداً. وأحب صوت العود صافي إذا. هذا من الله. أقدار. ما لي فيها أيها. أين تعلمت؟ بنفسي. ما شاء الله. إنه صعب هو. يعني عندما قلت تحب الفن وأهل الفن. من الفنانين؟ من الموسيقين اللي أثروا عليكي. وأثروا على حتى يعني ذوقك الخاص في الموسيقى. شوفي صراحة أنا سؤال يعني صعب شوية. لكن أنا من الفنانين اللي اقتدي فيهم من أمس واليوم واليوم بكرة. ابتسام لطفي يعني. ابتسام لطفي يعني معشوقتي يعني الأبدية. عشقها كثير. طيب. هل تسمعين شيء لها؟ لا. لابتسام ما أحفظ أنا أغاني إلى الآن إلا أشياء بسيطة. لكن. من أكثر تحبين أنت يعني أو ملهمك؟ أو الفنان اللي فعلا أنت تنطربين لما تسمعين عودة؟ كثير. بش عبادي طبعا. أكيد. عبادي. نسمع له؟ أبشر بسمعك. أكيد أبو سارة المسي عليه بالخير عبادي الجوهر. من ما يحب فنه ويحب عودة. يلا. طبعا. يلا. 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 يل. الله 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 الله. روك صراحة حقيقي أنا أتوتر من العجفة ما من ناس. فعشان كذا أنه حاولت أعذروني معذرة شوية. أنا أبسح بك شوية من جو التوتر شوية. وأخذ التوتر أحط فيه أنا قبل فترة كنت متوتر كان في واحد من أصدقائي بغير دربني على العود فصراحة مريت بفترات توتر والمصيب أنه كان يدربني قدام ناس فقاعد أقول لي يا فلان هذا اختبار هذا متدريب وكان يهوشني لا أمسك كذا كذا أسحب الوتر الآن أنت لو ما يجيك أحد أختك والأحد يعني قريب منك كواحد يتعلم العود ممكن تدربينها العود أدربه لكن في البداية أقول له ثلاث أشياء وإنت كإنسان صادق يجاوبني بكل صدق وإنصاف وحق وسماحة لكي لا تظلم نفسك أو لا تظلم الآلة في يدك يجب أن يكون لديك صبر والتزام وتركيز الصبر أنك ستتمشي فيه فترة طويلة لن تطلع حرف واحد التركيز أنه يومياً لما أنت تجلس عليه تعطيه حقه تكون مركز معه 100% الالتزام أنه لما تصبر وتركيز تلتزم فيه لأنه خلال الشهور الأولى لن تنتج فيه أي شيء سبحان الله يعني الشخص بمجرد ما يمسك هذه الآلة بيحس بعلاقة ما بينه وبين الآلة يمكن لو ما حس بشي هو ماسك هذه الآلة الأفضل أنه ما يتعلمها ترفقيني أو لا يختار ممكن شيء ثاني مختلف بيناسبه أكثر بيحس فيه أكثر ابتسام لطفي في مقابلة لها قالت إن لم تعشق ما تقدم فلا تقدم لأنك إنت حتظلم وحتشوه لمن تكون عاشقه حتى يعني حتقدمه بكل حب أهوج فلا تظلم أي شيء معك مو شر مو بس الفن والعود أي شيء في الحياة إذا ما عاشقته لا تقدمه لأنك ما رح تقدمه بالطريقة اللائقة حتشوه طبعا نسرين لاحظت كذا يعني خصوصا الأشخاص دائما اللي بيميلوا الآلة العود بيفضلوا الموسيقى الكلاسيكية لكن هل أنت تأثرتي من نوع موسيقى مختلفة غير الموسيقى الكلاسيكية؟ أحب الموسيقى الشرقية نعم أحب الطرب الثقيل أنا أحب الطرب اللي على الرف كنون لا أحد يعرفه طيب نسريني هذه بما كتبت وريم جاب الطريق الشيء الكلاسيكي أنا إنسان مثلا ما أفهم في العود أروح أشتري عود وأتدرب عليها وأبغاء مثلا أفضل نوع العود أو إيش هو نوع العود يمارك تكلميني عنه طبعا نبشر هذا عودي صناعة مصطفى محمود سأيت له دعاية طبعا أنت لازم تعرف لما تختاره العود لازم الخشب لازم يكون مناسب الأوتار لازم تكون مناسبة الأصابع الدوزان لازم لما تدوزن الفرق بين العود الجيد والسيئ هذا سؤالك طيبا لما أخذي عود سيئ نقول تعليمي زي ما يقوله حق ممتدين حيتعبني في التعليم لا يا أخي يأخذ لك شيء مرة طيب طيب ممكن ما أسلك فيه ممكن ما أستمر أنت ما حد تستمر لأنك أخذ شيء ماشي لأنك أخذ الشيء ماشي لأن العود السيئ أنت ظلم صراحة أنت لما تضغط على الأصابع بالقوة لما تأتيك نغمة لما تضرب على الوتر لا تأتيك نغمة لما تأتيك تصفي العود أو تدوزنه يجب أن أأتيك زرادية لكي توزنه صحيح أو لا؟ حسناً لما أأتيك عود جيد بالضغطة واحدة تأتيك نغمة صحيحة وصافية على طول توزن العود مع أن كثير من الأحيان بيقولك لما تجي تتعلم آلة أخذ في البداية أي شيء لكن صراحة أنا وافقة الرأي في هذا الموضوع لأنه كده الواحد بالعكس لما يجي يتعلم يتعلم على شيء يكون كويس بجودة عالية هذا ما يعني أنك تأخذي شيء ألفين أو ثلاثة لا لازم لما تشتري العود يكون معاك شخص متعلم يفهم في الأعواد عشان ما يلعب عليك ولا تلعبي على أحد لأنه أوقات تلاقي أعواد ثلاثمائة أو ممتازة لقد لا علاقة لكن يجب أن يكون معاك أحد يفقى في الأعواد صح نسرين نحن لزميلتنا المسألة بالخير عاشقة للعود نادا ودها تسمع منك شيء أي شيء برأسك سمعناها أهديها لنادا هي من عشاق العود ممكن شيء من تأليفك أو تلحيني أنا أحب أن نوح على شيء قبل أن أبدأ العزيفة أنواع أنا من النوع اللي هاوية يعني عندما أمسك وما أنا أنا لا أسلطني في الأغاني أسلطني في قلبي أسلطني معك في قلبك أعطينا لأنه بالعادي يقولوني نسرين لا تعزف أغاني يدلتع بنفسك لا 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 طلع اللي في قلبك هذا هو ناسك هو أداتك الموسيقية التي تسمع منها يل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دون موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أقدم نانسي قنقر كيرل موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا بما أنني مبتدئ ولا أعرفه منسجم عادي والله لا أستطيع فعلاً يجب أن يكون مزاج صح؟ لا يوجد علاقة طبعاً يجب أن يكون مزاج يجب أن تدخلي في المود يمكن لكن أنا حاول أن أخطي حاجز الرهاب الذي يسمعك نسيلي قدامك الآن لجنة التحكيم نحن لا نعرف أي شيء لو مشيتي أي نوتة علينا فننطرب عليها فعلال ما عادره مثلكم لكن لدينا موسيقية تنطرب صح؟ صحيح أنت ذكرتنا سريني كنتي هاوية وبالعكس هذه طريقة لك كنتي تعبري عن مشاعرك وهذا الشيء الذي يجب أن أسألك عندما تجي تعزي فيه هل تستلهمي مثلاً من قصصك مواقفك ومشاعرك هل تستلهمي منها عندما تجي تعزي فيه آلة العود؟ يبين علي كثير يبين علي أن نزعلانة مبسوطة حزينة مروقة يبين يتعبري عن مشاعرك والدقائق الأولى للناس المبتدئة أنا أسمي نفسه مبتدئة لا أفقه فيه له شيء أول عشرة دقائق لأحد حرام لأحد يحكم فيه على العازف شوفوه بعد عشرة دقائق ينسى نفسه ينسى الموجودين ويبدأ يبحر في عالمه الخاص جميل جداً ممكن نسمع منك شيء أخير أو لا؟ طيب نشكر لك نسريني سحيمي شكراً لك وإن شاء نصدفك المرات الجاية وأنت إن شاء الله تكونين عقلتهم مدربة كبيرة في هذا المجال وتمتعينه وتمتعين الجمهور وتمتعين نفسك أنت بالبداية كما ذكرت أنه أنت يحب هذا المجال لنفسك أنت فشكراً جزيلاً لك نسريني شكراً لكم على وقتكم يا حبايب الله ديك العافية مشاهدي نظمة وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى ثلاث ليالي من فن الأوبرا الراقي في مدينة الرياض بالإضافة إلى معرض مرتبط بفن الأوبرا العالمي نتابع التقرير موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 من بدأت تعلم على تلتشلو آلة جميلة مثل أي آلة ثانية موسيقى إنو أنا عندي سبع سنين بدرس الآلة دي دي دراستي وفي نفس الوقت هويتي لإني بحبها قوي قلت الهارب يعني آلة مصرية فلتنين شغفة ودراسة موسيقى أنا بحب قلت الهارب قوي وبحس كل حاجة بعزفة عليها فعشان كده بتوصل أي حد بيسمعلي موسيقى موسيقى وبكذا ليلتنا لهذا اليوم خلصت وأقدر أختم معاكم في العزف الراقي جدا خلفي مباشرة دمتم بخير موسيقى أكيد أنها كانت ثلاثة ليالي رائعة مع فن الأوبرا الراقي يعطيك ألف عافية زميلتنا المراسل رغدا العنزي على هذا التقرير وأكيد نحن مكملين معاكم مشاهدين حلقتنا لليوم لكن فاصل قصير وراجعين موسيقى 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 وكان أبرز موضعنا اليوم تكلمنا عن الكلين ومين يا ريم اللي فصلنا فيها مع الدكتورة وفهمني إيش هو مفهومة أسبابها وبرضو طرق التخلص منها واعتقدنا وطلعنا بفواية كثيرة صحيح تحدثنا عن هذا الموضوع يمكن مصطلح جديد على الكثير وأنا شخصيا أيضا كان مصطلح جديد بالنسبة لي لكن فهمنا إيش هذه الحالة والحمد لله أنها تعتبر حالة مو كثير من الأشخاص بيصابوا فيها والأهم ما تأكدنا أننا نحن نادر ما عندنا هذه الحالة بس أنا بس بالشتة صراحة بالشتة لازم يعني الواحد يبغي يريح وارهاق وتعب لكن كمان من وضعنا اليوم تحدثنا فيها عن شهادة PMP الخدمات الحكومية وكمان تحدثنا عن إيش ممكن تكون الجهات المعتمدة اللي بنحصل منها على هذه الشهادة اللي أكيد أنها راح تفيدنا بشكل جدا كبير أكيد بمنوا سوق العمل الآن صارت يعني رؤية 20-30 تدعم وتحفز سوق العمل وتدعم وتحفز الشباب السعودي والبنات برضو أنهم يقدمون على مثل هذه الخطوة أيضا يحصلون على الشهادة أيضا ريم تكلمنا بمن نتكلم عن الشهادات أكيد نتكلمنا برضو عن الاختبارات ورهبتها عند الطلاب والطالبات وسألناكم وشاركتوا معنا برضو فأعتقدون موضوع الاختبارات ريم يعتبر مؤرق عند الطلاب صحيح عشان كده خلينا نطلع شوية كده من أجوال اكتئاب وتوتر الاختبارات ونروح معاكم لموسم الرياض طبعا كلنا شفنا ليلة عبد المجيد الاستثنائية والمنتظرة أكيد واللي كانت أول حفل غنائي بموسم الرياض لهذه السنة بموقع جديد داخل بوليفارد ويرلد وأكيد تجربة رائعة للجمهور اللي كانوا حاضرين خلينا نتابع بخصوص الذكاء الاصطناعي والأصوات اللي قاعدين نسمعها والأغاني اللي قاعدين نسمعها الآن بصوتك هو برنامج ولكن ما اعتقد انه حيضت لنا شيء إذا احنا بنقدم شيء إذا ما استمعنا الأغاني بصوتك ما تعتبر صحا لا هي برنامج أصبح مسلي يعني أصبح الكل بتعاطى ليلة عبد المجيد عن ألف ليلة 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 إن غناها فوالله بيكون حفل الفارق يعني والله عبد المجيد عبد الله أسمع لها كل شيء ألف ليلة وأسمع لها أنتحل شخصيتك إبعدهم كلهم يا سراجي بينهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبك وترك الباقي لهم ليلة عبد المجيد عن ألف ليلة اليوم هو في أول حفل غنائي بموسم الرياض مع أمير الطرب عبد المجيد عبد الله تابعوا معنا وفي ختام هالليلة الراقية جداً مع الفنان أمير الطرب عبد المجيد عبد الله وبرغم من نقاض التذاكر إلا أن الناس كانوا يدخنون البوليبارد ويتفرجون عليها من خلال شاشات البوليبارد استمتعنا بهذه الليلة شكراً لكم أكيد الجمهور بنتظر حفلات حفلات الفنان عبد المجيد عبد الله أكيد ومشاهدين نحن بكذا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم أكيد أن اللقاء حيتجدد معاكم غداً في نفس الموعد لا تنسوا تشاركونا وتابعونا عبر هاشتاك ستوديو اس بي سي وفمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة